السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات لوليتا وصفة اليوم هي قريوش وبطريقة جديدة وبدون مبالغة يجي مورق ومقرمش ويجي منبل ويجي روعة ويوالم الأعياد والمناسبات ويجي حتى المشاريع تبعوا معي المقادير وطريقة التحضير نبدو على بركة الله هنا أول حاجة نحتاج هذا الإناء إناء يكون واسع نخدمه في الخميرة نحتاجه كاس ماء يكون دافي نضيف عليه زوج ملاعق أكل خميرة خبز يعني درنا زوج ملاعق خميرة خبز نضيف عليها السكر نضيف ملعقة سكر نضيف نصف كأس فارينة نضرب المكونات مليح حتى تخلطه مع بعض مليح نغطي هذا الإناء البلاستيك ونخليها تختامر هاد المكونات كنت شوفوا هاي وين اختامرت نضيف ملاعق خميرة خبز لك أنا عندك الجو بارد حطي هذا الإناء في بلاسة دافية نشوفوا كيفية تختامرة الخميرة مليح نزيد نهبط هاد الخميرة نفرغها من هو مليح نغطي الإناء ونخليه اختامر للمرة الثانية نجيب اليان كبير ونقصها حطيت فيها ربع كيلات فارينة أنا كيلت بعد الغرفية الحريرة غير اللقطة رهيتمسحت لي إذا نضرت ربع كيلات فارينة وزيت كيلة سمن دائب ويكون بارد شوية ما تديروش سخون وهاد العجينة تخرج لي كمية كبيرة تعال قريوش نفرغ السمن كامل على الفارينة ونبسو مليح نبسو الفارينة مليح بعدك السمن تنحسو بيها تبس تغاية نحكو بواسطة ليدين ما روك تشوفو حتى تدخل زبدة أو السمن في الفارينة بهذه الطريقة وفي هذه المرحلة نستعين بغربال أو صفاية مش ما يبقوا ليش هادو كتكتولات مع الكيمية راها كبيرة تعال أجينة نساعد روحي بهذه الغربال نصفي مليح هاد الفارينة والسمن اقوم بإناء نهجنا فيه كما نقوم بإناء كما يشوف يجب أن يكون بأس من الأحسن أن نستعمل هذا القسعة أو في بعض المناطق يقولون لها الجفنة نحكو به الطريقة الفارينة في الغربل باش تصفى النمليح وبعد ما نصفف الفارينة نضيف زوجباكيات خاميرة كيميائية أو خاميرة للحلويات كل وحدة توزن 10 قرام كما ذكرت هذه العجينة كبيرة تخرج لكمية كبيرة تقسم الكمية نضيف زوجباكيات خاميرة بوزن 10 قرام للوحدة يعني 20 قرام خاميرة كيميائية نحرك المكونات مليح نضيف زوجبيضات على درجة حرارة المطبخ نضيف زوجبيضات على درجة حرارة المطبخ نضيف زوجباكيات خاميرة نضيف زوجباكيات خاميرة نضيف زوجباكيات خاميرة المرة الثانية نزيدو نهبطوها او نفرغو من هالهوى نحرك هذا البيض مليح وراني ضفت قرسا ملح في البداية بير ما ما صورت هاش نسيت نبدأ نضيف هذا الخلومة الزهر كما شفتو فرغتها ضربة واحدة وراني اللم العجينة ونبدأ نفرغ اديك الخميرة اللي خدمتها بالتدريج واللم هذا المقدار يجيني قد قد يلملي العجينة وتخلج كمية كبيرة نتعلق ريوش نكمل كاملة ديك الخميرة واللمبي العجينة دورك نشلل هادك الاناء تعالى خميرة غير بشوية تعمى دافي ونزيدها للعجين لان العجينة ما زالت ناشف شوية لازم نتحصل على عجينة كونطرية وجود الأشف سيتم نفريه ونزيدها ونزيدها كما تحضر ونزيدها ونزيدها وما زالت محتر نقوم بإناء الخميرة وصبيتها في القصعة نضيف العجينة نبدأ تقريباً 4 ساعة نقطعها إلى قطع متساوية وكل قطعة نضيفها باش تجيك الخدمة ساهلة خصوصاً أنه العجينة كبيرة كمية كبيرة كما تكرت نغطيهم ونخليهم يرتاحوا شوية ونبدأ نفتح في العجين نبدأ بالقطعة الواحدة نفتح ونستعين بميزينة أو النشاء باش توني طبقتها على شحل من مرة نكمل كمية كاملة العجين وكل قطعة اللمها بالصليفان ونخليها ترتاح شوفوا بعد ما كملت كامل القطع خليته ارتاحوا شوية نبدأ نفتح بالوحدة باش نشكل القريوش نتاعي وهالطريقة تجيك الخدمة ساهلة وفي الساعة تكملي ما تطوليش نحيد هدوك الأطراف نلمهم ثاني في الصليفان نحن نخدمهم والحجم نتاع القريوش كي ما بغيت يديريه أنا دت تقريب الطول والعرض 10 سنتيم تقريباً ودرت خمس فتحات في الوسط ونقطع خمسة ونقطع خمسة ونقطع ونبدو نشكله بهذا الشكل نرفض حبة نرفض شاريت ونهبض شاريت نرفض شاريت ونهبض شاريت نرفض شاريت ونهبض شاريت ونجبد الزوايا للوسط كي ما راكوا تشوفو ونشكل هاد الوردة نحن نعود لكم حبة نحن نعود لكم حبة إن شاء الله يكون تكون الصورة واضحة دائماً نرفض شاريت ونهبض شاريت ونرفض شاريت ونهبض شاريت ونجبد الزوايا يلاثنان والوسط نجبدو مع المساط ونشكل هاد الزاهرة نكمل كمي ونضيق الكمياء كاملة تلقريب في حبة في بلاتوات بعد ما نكمل التشكيل التاع كامل ونبدأ نقلي والشكل دائما كما بغيتي شكليه أنا بعد ما نسخن لزيت مليح بديت نرمي بالحبة شوفوا كيف راي يطلع يجي خفيف يجي ناجح 100% خدمي وعيني كمغمضين هذا الوصفة خدمتها مئات لمرات غير الشكل هاد الخطرة بدلته نكمل الكمية كاملة تاريق ريوش بعد طريقة نخليه يتقطر مليح نخليه يبرد تماما ومبعدا نعسله أنا هنا درت عدة أشكال إذا هنا العسل لازم تكون يكون دافي والقريوش يكون بارد نعسله مليح نزينه بقليل من جلجلان ودوج شكل النهائي تاريقري وشتالي يوم خرج روعة خرج هائل خفيف ومقرمش وخرج مورق ومنبل نقطع معاكم أو نقسم معاكم حبة يخرج ناجح مئة بالمئة أو مليون بالمئة شوف كرام مورق وخفيف نتمنى تجربوه وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا الاشتراك والضغط على اللايك وزر الجرس كي يصلكم كل جديد إن شاء الله وإلى الملتقة إن شاء الله اشتركوا في القناة